أعلنت وزارة الداخلية المصرية مقتل 17 عمصراً من حركة حسم الإرهابية خلال مدهمات تجرب بمحافظتي القاهرة والفيوم على خلفية حادث معهد الأورام الإرهابي وكشفت وزارة الداخلية في بيان أن منفذ الحادث يدعى عبد الرحمن محمود هارب من أمر ضبط وأحضار على ذمة أحدى القضايا الإرهابية لعام 2018 المعروفة بطلاء حسم وتم تأكيد ذلك من خلال مضاهات البصمة الوراثية للإشلاء التي عثر عليها والمجمع من مكان الحادث مع نظيرتها من أفراد أسرته اختتمت فعليات النسخة الأولى من بطولة أسيا لناشئي الملاكمة والتي جرت منافساتها على صالة نادي الكويت للألعاب الرياضية وذلك بتتويج الفائزين وحصد منتخب أسبكستان أكبر عدد من الميداليات الذهبية الموزعة على 14 وزنا مكتسحا البطولة بعشرة ميداليات ذهبية وأشهد رئيس نجلس إدارات الاتحاد الكويتي للملاكمة في تصريحا لوكالة الأنباء الكويتية كونا بالملاكم عبد العزيز الذي حصد الميدالية البرونزية في وزن 67 كيلوغراما وسط منفسة قوية من أبطال العالم وأبطال أولمبيين